بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية الشريفة حقيقة هذا شهر شهر العطايا وشهر الجوائز من الله تعالى وشهر البركات الناس عندما تتراحم فيما بينها الله تعالى يفتح لها أبوابا إلى الفرج الناس الآن أغلب أعمالها تعطلت بسبب الوضع الصحي وجزى الله تعالى أهل الخير والميسورين أن يساعدوا الفئات التي تضررت هذا لا بد أن يكون ثقافة عندنا دائمة الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتراحم يريد منا أن يشد بعضنا بعضا في السراء وفي الضرر الضرر الآن عندما يصيب المجموع قد عن هناك تفاوت بأثل الضرر لكن أناس الآن قد لا يحصل علاقة يومه وجاءه الشهر الشريف ويريد أن يصوم وهنا أناس بعض الناس تضرت المصالح لكن أيضا هم لا زالوا يتمتعون به يسر من المال يكفيه على أنه له وللآخرين الندب ومساعدة الآخرين قطعا يعجل برفع البلاء أنا أقول مع الأسباب أخواني يعني نحن في عقيدتنا نؤمن بالأسباب الطبيعية ونؤمن بالأسباب الغيبية الأسباب الطبيعية تتأثر بالأسباب الغيبية والدعاء والتراحم والمساعدة يؤثر كثيرا على رفع البلاء وهذا أمر مردوده إيجابي علينا جميعا في عقيدتنا وفي تاريخنا الإنسان مريض بأسباب الطبيعية مريض الصدقة تعجل بالشفاء بل قد تشفي هذا المريض الصدقة فعل شرعي فعل كوني لكن فعل شرع إنسان يخرج مال من يده يتصدق على الآخرين ربط الصدقة بشفاء المريض هذا أمر غير محسوس بالنسبة إلى الأسباب الطبيعية وأنه ما أسباب غيبية الله أدبنا الله ربانا التراحم صدقة السر تطفئ غضب الرب إنسان يتصدق سرًا تطفئ غضب الله تبارك وتعالى وغضب الله يشتد أن يصل الغضب إلى أن ينتقم الله تعالى من الكافرين من المخالفين لطاعته من العاصين لكن هذه الصدقة تجعل الذي خالف طاعته تجعله في مأمن لأن أطفأت غضب الله تبارك وتعالى بعض القضايا منها القبيل كثيرة لو أردنا أن نحصيها الدعاء ربط بالبلاء ربط حقيقي الله تعالى إنسان يدعو الله يستجيب الله يرفع البلاء هذا الشهر كما قلت في البدء هو شهر البركات نعزز هذا الشهر بالتراحم والتوادد والبر الذي أشارته الآية ذكرت به هذه الأوصاف وأوصاف هي هذه لاحظوا وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعدهم إذا عهدوا لاحظوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صفة التقوى من أفضل الصفات لمجموع صفات في هذه الآية 177 في سورة البقر أن الله تبارك وتعالى نسأله أن يرحمنا برحمته وأن يرفع عنا البلاء وأن يجعلنا دائما من العباد الذين يرضون بما يقدر ومن العباد الذين يدعونه فيستجيب له من موارد الإجابة أخواني هو هذا التراحم والتوادد والمساعدة فيما بيننا عسى الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة كما أملنا ذلك ونقدم شفيعنا النبي المصطفى وآله أمام حاجاتنا في هذا الشهر الشريف وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة عسى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرفع عنا وعنكم العذاب لمحمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة